اشتركوا في القناة يعني بمعنى اخر بتوقيت الاردن سوريا لبنان مصر رح يكون توقيتنا بتوقيت الساعة 10 بتوقيت الاردن بتوقيت جرينيش الساعة 7 ان شاء الله تعالى رح يكون البث المباشر طبعا رح يكون فيه يعني كثير من الفعاليات اثناء هذه الحلقة بدايتها عشان نمتحن كل امكانيات البث المباشر والاشياء اللي عملناها وانه الاسماء رح تطلع على الشاشة والمشاركات واللي بدهم يتبرعوا على البيبال رح تطلع اسماءهم على الشاشة في اثناء البث المباشر اللي رح يشتركوا بالحلقة بالقناة برضو نفس الاشياء اسماءهم رح تطلع رح يكون فيه اتصالات ان شاء الله نستقبل ونجري اتصالات مع بعض الاشخاص ايجابي على بعض الاسئلة نضطرق لبعض المواضيع اللي لها علاقة بعلم الفلك عندكوا اسئلة معينة حابين انه مثلا نجاوب عليها او استرسل في الجواب عليها رح اجاوب عليها يعني رح تكون هاي نبذي عن الحلقة وان شاء الله طبعا فيه مفاجئات اكيد رح يصير فيه بعض التغييرات او بعض الاشياء من ضمن الحلقة ان شاء الله انها تتم على خير ما يصير فيه اي مشاكل بالانترنت او بالاجهزة وتمضي الامور بحق محمد وقال محمد ان شاء الله انها امور ميسرة طبعا بالنسبة لليوم توقعاتنا احنا لليوم الاحد 17 تشرين الاول اكتوبر القمر موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر ورح يمكث فيها القمر لغاية الساعة 9.55 دقيقة من صباح اليوم الاحد بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا لما نقول الساعة 9.55 دقيقة بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الاردن الساعة واحدة الا خمسة تقريبا يعني اه واحدة الا خمسة بتوقيت الاردن طبعا القمر بما انه موجود اليوم اه في برج الحوت في خلو مسار ولكن في ساعات المساء المتأخرة اه طبعا رح نكتسب من صفات برج الحوت او رح تأثر علينا صفات برج الحوت بهاي الفترة بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين ومنتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيدا عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبال الغرام بواسس عن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء الالتصوير بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية فلكية رح تكون عندنا هي زاوية بطيئة هي زاوية ايجابية تزديس ايجابي رح تكون بين عطارد وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة واحدة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن الساعة اربعة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا وهاي الزاوية كانت يعني او بتعمل سبب انه هي بتحول انتحاسة عن طارد اللي بيتراجع بتحولوا لسعادة ولكن تأثيرات التراجع بالظلمة وجودة ولكن تأثير مضاعف بصير من عطارد انه ايجابي فهاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والادبية لدى الجميع وخصوصا اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية والادبية رح يبدعوا بالفترة القادمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة واربعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن الساعة ستة واربعتاشر دقيقة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك اما بالنسبة لهي الزاوية اللي رح اركز عليها شوي لانها هاي الزاوية وفيه امتداد لزاوية اخرى بلشت تتشكل هاي الزاوية زاوية تربيع سلبية هي بين الشمس وبين بلوتو وهاي زاوية عنيفة جدا رح تكون في تمام الساعة 12 و 12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش يعني الساعة 3 و 12 دقيقة بتوقيت الاردن هاي كانت سبب في الايام الماضي اذا لاحظت اعمال العنف زادت وكان فيه يعني تفجيرات وكان فيه ارواح وكان فيه مؤامرات كان فيه اشياء لها علاقة بالقتل طبعا الرحمة لارواح كل اللي استشهدوا في الايام الماضي انا بعتبر اي واحد يقتل اه مظلوم او ما الو اه ذنب بالاشياء اللي بتصير او بريء اساسا يعني انسان عادي فانا بعتبره بمنزلتي الشهداء الان في الدين بعتبره بعتبرهوش هم محرين انا هذا رأيي الشخصي فاللي صار في لبنان واللي صار في افغانستان واللي يعني اه شيء اه مؤذي ومؤلم اه بالنسبة للارواح اللي راحت بريئة ما الها علاقة باي شيء سياسي بتلعب ادوار قدرة جدا فهاي زاوية الشمس اه وبلوتو كانت سبب بالتأثيرات وفي زاوية اخرى برضو بتشكل تربيع هي بدأت تعمل زاويتها اللي هي ما بين المريخ وما بين بلوتو برضو تربيع وهي الان بطور الاوج يعني بمعنى اخر تأثيراتها ولكن اوجها هي في يوم اثنين وعشرين الشهر فمن الان لا يوم اثنين وعشرين الشهر وهي الزاوية معناته الله يستر من القادم يعني بلشت ملامحه بمؤامرات ولكن القادم له مش سهل فعادة لما بتتشكل الزاوية وخصوصا ما بين الشمس وبلوتو بتثور اعمال عنف ومواجهات الها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين بتدل على وجود مؤامرات ضد الحكومة سواء داخلية او خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الارهابية اللي بتحاول زعزعة الامن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق وظواهر طبيعية كالزلازل والبراكين والتعرية وامور الها علاقة برضو بالعواصف اللي هي زي الاعصار او الشغلات اللي مثل هي طبعا هاي وقلها علاقة بالشمس فما بال كل مريخ اللي بلش يدخل على الساحة من يوم امس فرح تشتد الامور واسأل الله انها تمر بسلام على الجميع طبعا بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة بعد العصر هاي الزاوية طبعا هي اقتران سلبية بما انه الساعة خمسة بعد العصر يعني بتوقيت الاردن الساعة ثمانية مساء بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و23 دقيقة مساء قبل منتصف الليل بنص ساعة بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفسنا واحداث التغييرات المطلوبة طبعا الساعة 11 و23 دقيقة هي اخر زاوية يعني بتوقيت الاردن الساعة 22 و23 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هي ساعات الصباح من اليوم التالي فعشان هيك له من يوم الاثنين فعشان هيك هاي الزاوية رح تكون نهايتها بداية خلوه مسار خلوه المسار رح يبدأ الساعة 11 و23 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبينتهي في اليوم التالي اللي هو يوم الاثنين يوم ثمنتاش الساعة عشر وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر لبرج الحمل يعني بتوقيت الاردن معناته خلوه المسار رح يبدأ يوم الاثنين على توقيت الاردن اللي هو ساعة 22 و23 دقيقة فجرا بتوقيت الاردن وبينتهي الساعة 1 و3 دقائق بعد الظهر بتوقيت الاردن اللي هو بنتهي خلوه المسار هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار وطبعا هذا بيشمل جميع الابراج مش فقط اللي هو برج معين بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدى ب11 يوم فيه تمام ساعة وحدة و13 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش بيصير 12 يوم نسبة الاضاءة بتصير 85% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس بالميزان حتى يوم 23 عشرة سعيدة بنسبة 10% الا انه الزاوية بتميل الوضع على الانتحاس اكثر اللي هي الزاوية اللي ذكرناها اللي هي التربيع مع بلوتو ولكن انا بعطيها بس عادة بنسبة 10% القمر في الحوت حتى يوم 18 عشرة اليوم بسبب كل هالزوايا المنتحسة اللي رح تتشكل فهو منتحس بنسبة 30% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة زي ما حكينا الزاوية اللي بلش يشكلها الايجابي خصوصا اللي مع الزهرة فرفعت الحضوض شوي خلته سعيد بنسبة 20% ولكن ما الغت عملية التراجع او تأثيرات التراجع الزهرة في القوس حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 30% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب اللي هو في الحوت ولاخر يوم طبعا بما انه في بيت المتاعب معناته التعب ما زال مسيطر على موليد برج الحمل شوي بشعره بنوع من انواع التواعقات الصحية او الاضطرابات كالاحباط او الملل او عدم القدرة على انجاز اعمالهم بحس ان طاقتهم ضعيفة بالفترة هاي وخصوصا برضو ان الشمس موجود مقابلهم تماما في الميزان وبالشكل زاوي التربيع فهاي بتحدث نوع من انواع المفاجآت خصوصا على المستوى الصحي وبعض العصبية اللي بتظهر على الساحة والامور اللي بتستفزهم في منهم رح يهتموا بامور الها علاقة بالعلاج او الفحصات او الامور الطبية اللي بيشعر باعراض غير اعتيادية لازم انه يتوجه لفحص او علاج حاول انك تأخذوا قصد كافي من الراحة ممكن تحظى بمفاجأة او بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وحاول انك تتجاوز مخاوف ما الها اي اساس ولكن زي ما حكينا انه بدك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتحاول انك تمشي هذا اليوم بشكل روتيني برج الثور طبعا بالنسبة لموليد برج الثور القمر صار موجود في بيت الاصدقاء فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الاصدقاء اليوم منكم اشخاص ممكن يشاركوا في حفل او في مناسبة سعيدة فيه علاقات صداقة بتكون جيدة او يعني تواصل مع بعض الاصدقاء هيك بتتوتر يعني بتتوتد العلاقة اكثر وبصير في نوع من انواع التناغم ما بينك وبين الاصدقاء والمعارف بيصير في نوع من انواع التقدير والثقة المتبادل ولكن اهم شيء انه اليوم بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد وخصوصا مع تشكل الزاوية تاعة الشمس اللي موجودة في البيت السادس اللي له علاقة في صحتك وعملك فعشان هيك بدك تنتبه لأعمالك وعلاقتك مع زملائك في العمل وبدك تنتبه على صحتك اذا شعرت بشيء غير اعتيادي بدك تراجع طبيبك حاول انك برضو تهتم قدر الامكان بهدوء اعصابك وما في داعي للعصبية والانفعال برج الجوزاء يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تحديل على طبيعة عملهم اليوم ممكن تتعززوا العلاقة مع المسؤولين وتحظى بشعبية بتكون جيدة وبتكون لك وبتكون كل اعمالك يعني فيها نوع من انواع السهولة وميسرة اذا انت التزمت وداومت وديت اعمالك ممكن تحقق نجاح شخصي ولكن الاشي اللي بدك تنتبه له اللي هي وجود الشمس بالبيت الخامس اللي هو بيت الحضوض اللي راح تشكل زاوية زي ما حكينا زاوية تربيع فهاي شوي تفتح مجال المشاحنات او الخلافات او سوء التفاهم ما بينك وبين الاحبة ومحاولة فرض السيطرتك عليهم او تحكمك فيهم حاول قدر الامكان انك تتجاوز هاي المرحلة او سلبيتها بنفس اللحظة ابعد عن المشاكل مع الاحبة او مع الحبيب بالفترة هاي واضبط اعصابك قدر الامكان بنصحك انك برضو ما تعتمد على الحضوض بشكل كامل برج السرطان طبعا بدك تكونوا اكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم بتشعروا بقوة العاطفة وبكونوا لكم احلام بالسفر والقيام بمشاريع كبيرة ممكن توطدوا علاقتكم مع اشخاص اجانب او اشخاص مقيمين خارج البلاد في بعضكو راح يهتم ببعض الاوراق القانونية او القضائية او امور الها علاقة بسفر اوراق معاملات اشياء من هذا القبيل الامر اللي احذرك منه اللي هي الامور اللي الها علاقة في البيت البيت شوي بدك تحاول تضبط اعصابك ممكن تظهر بعض الاعطال او المشاكل او المسائل العائلية حاول انك تبعد عن المشاحنات العائلية قدر الامكان لانه زي ما حكينا الشمس عطارد موجودين اتنين في الميزان اللي هو بيتك الرابع وفي نفس اللحظة الشمس بتشكل زاوية حدي فبتدفعك لفرض السلطة على افراد العائلة او تحكم فيهم او فرض رأيك عليهم وهذا الشيء راح يسبب خلافات وممكن تكبر مشاكل من لا شيء فعشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب وانك تسيطر على تحكمك برضو هذا مطلوب برج الاسد ابتنشغلوا في اعادة تنظيم اموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي على الاغلب بيجي من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى ثم نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامكم بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية والاشياء القديمة والمواضيع القديمة في منكو راح يهتم بمواضيع تحصيل بعض الاموال القديمة زي ميراث مثلا ديون لائلك بتحاول تحصلها الديون عليك بتحاول انك تجدولها وترتبها هاي بتهتم فيها بشكل كبير ولكن دك تحذر من شيء واحد اليوم بما انه الشمس وعطارد الاثنين موجودات بالميزان اللي هو بيتك الثالث وفي نفس اللحظة بيشكل زاوية تربيع الشمس مع بلوتو فعشان هيك منقول لك دير بالك من الخلافات فرض السلطة العصبية تحاول تتحكم بالاخوة بالجيران تعصب عليهم تنفعل اثناء قيادتك للسيارة بدك تركز بشكل جيد هاي برضو بتجيب اشياء لها علاقة بالحوادث الغير متوقعة ودير بالك اثناء حركتك من بعض الاصابات ممكن تجيب اعطال الها علاقة بالسيارة بالالكترونيات بالاجهزة يعني برضو هاي الشغلات بدك تنتبهلها برج العذرة اليوم بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم الاجواء مشجعة ويوم مناسب لاتمام خطبة او زفاف او توقيع عقد اهم شي انه علاقتك او علاقتك الزوجية والعائلية او مع الشريك بيسودها نوع من انواع الانسجام والتوافق بيصير فيه نوع من انواع الاتفاق على شيء معين ولكن بدك تنتبه انه طاقتك ضعيفة فعشان هيك بدك تحذر من سوء تفاهم او فرض السلطة او حتى العصبية على ايا كان دير بالك اليوم ما تدخل باي مواجهة او مشاحنة مع اي شخص لانه اي يعني اي موقف متصلب انت الاضعف فيه فعشان هيك انت اللي راح تكون المخطئ او انت اللي راح تتحمل المسئولية الامر الثاني انه الشمس اللي حكينا راح تشكل الزاوية واعطارد اللي بتراجع في بيت المال فهم بيضغطوا بشكل كبير على الوضع المالي عنده واليوم توقع انه يكون فيه بعض الضغوطات المالية او مثلا مواضيع كنت معتمد عليها الى علاقة بالمال يصير عليها تأجيل او انها شوي يصير فيه نوع من انواع هيك المشاكل عليها احذر من النصابين والمحتالين بالفترة هاي حاول انك ما توقع على عقد او اتفاقية دون مراجعة كل الامور انتبه لمصاريفك بشكل جيد لانه الفترة هاي كل شيء بتعلق بالمال حط تحتي خطين عشر عشرين خط احمر انه انتبه على اموالك برج الميزان طبعا اليوم القمر موجود في البيت السادس فعشان هيك بيت الصحة بيت العمل فممكن يتراكم العمل عندكم اكثر من المعتاد بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية حاولوا انك تأخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لاخر ما تجهدوا حالكم كثير ممكن تجد سهولة في تطبيق اعمالك الروتينية او المنزلية ولكن الاهم من هيك انه ما تنسى انه الشمس الموجودة عندك هي اليوم راح تشكل زاوية حادة جدا وانت اكثر المتضررين بما انها موجودة عندك فهاي شوي بتخليك تنفعل تعصب اه تحتد اه بتقلب مزاجك بي ممكن تتسلل لك بعض الافكار السوداء او الاحباط بتحاول انك تسيطر على اللي حواليك او بتصير نزعة السلطة وهي مش من طبيعتك انت من طبيعة الميزانة انه مسالم ولكن اليوم بتجد او الفترة القادمة بتجد انه لا الحدية صارت موجودة اكثر واخطاءك بتكثر في الفترة هاي فعشان هيك بدك تراقب حالك بشكل جيد اتراجع مواقفك وقراراتك اكثر من مرة يبل ما تتخذ اي قرار لانه انت اللي راح تكون خسران بالفترة هاي قدر الامكان اهم شي برضو تنتبهوا لصحتكم اذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا الطبيب ممكن يصير فيه نوع من انواع الاهتمام بصحة احد الاحبة برج العقرب طبعا القمر بما انه موجود في البيت الخامس فتلقائيا منحكي لكم انه بتجتازوا بصورة عامة فترة ايجابية بتشعروا بقوة الحظ والعاطفة والامور المالية الحضوض بالامور المالية اليوم ممكن تهتموا بتجربة حضوضكم ولكن انا بالنسبة لي بقول الموليد العقرب اجمالا ما تجربوا حظكم اليوم استغلها في تقوية علاقاتك العاطفية توطيد العلاقة مع الاحبة تتقرب من ابنائك تحاول تخرج في نزهة تمارس هواية هاي كلها ممتازة ما عليها اي شيء ولكن تجربة الحظ طالما انه الشمس في بيت المتاعب عندك يعني هاي اصعب فترة بتمر عليك كل سنة كل سنة على موليد برج العقرب فهذه الفترة هي اصعب فترة بيصير فيها اعطال بيصير فيها ناس بتنفصل من عملها ناس بتصير مشاكل بينها وبين ازواجها يعني كلها بتصير محبطة فما بالكم الان كمان انه الشمس رح يشكل زاوية حد جدا وهاي الزاوية خطيرة فعشان هيك منقول لموليد برج العقرب لا تدخلوا اماكن مشبوهة او اماكن مجهولة ما تغمروا ما تخاطروا بالفترة هاي باي شيء لانه هاي الزاوية موجودة في بيت المؤسسات الكبيرة اللي لها علاقة بالمراكز الامنية بالمستشفيات بالاي شيء مؤسسات كبيرة هي لها علاقة فيها فما تخوض اي مغامرة بالفترة هاي لانه هذا بيت المتاعب بتدل على اشخاص ممكن يتآمر عليك بالخفاء او من وراء الكواليس عشان هيك بدك تضبط اعصابك وتكون حذر في كل تحركاتك خلال فترة الفترة القادمة يابل يعني الشمس لما توصل عندك بصير خير برج القوس طبعا بينصب اهتمامكم حول ادخال تعديل على مسكنكم والاهتمام بامور الهلاقة بالعائلة ممكن تجد تعاون من افراد العائلة ممكن تعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجي واليوم هيك يكون فيه نوع من انواع التوافق العائلي عند بعض موليد برج القوس ولكن لانه القمر منتحس فمنجد انه لا ممكن تجد بعض المشاكل البيتية او العائلية او سوء التفاهم او الاعطال المنزلية او اخبار بتتعلق باحد افراد العائلة ممكن تكون مزعجة هاي اهم نقاط بدكوا تحذروا منها تحاولوا انكم ما تتهربوا من المسئولات المسئوليات العائلية خلوا في نوع من انواع التواصل والتوافق ما بينك وبين افراد العائلة ممكن اليوم يصل لك خبر شوي يزعجة الو برضو علاقة بالعائلة او بافراد العائلة او في البيت الاهم من هيك الزاوية اللي موجودة بالميزان اللي هو يعتبر بيت العلاقات الاجتماعية والاصدقاء اللي ممكن يسوي سوء تفاهم بينك وبين احد الاصدقاء او مثلا تكشف احد الاصدقاء بيتآمر عليك او بيوشي فيك او بيكشف اسرارك يعني او ممكن يخذلك حاول برضو انت ما تفرض سلطتك وسيطرتك على اصدقائك بالفترة هاي حاول تكون مرن ما في داعي برضو للعدائية بالحياة الاجتماعية وخصوصا اذا كان في مناسبة او حفل توجه لك دعوة فما تكبر الامور كثير ويعني تسبب مشاكل برج الجديد بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات بشكل كبير اليوم ما رح تهدأ وتيرتك من كثرة اتصالاتك او حركتك اهم شي انك تكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة داخل المدن وبين تحركاتكم اثناء المشي برضو بدك تنتبه من بعض الاصابات علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وممكن تستفيد من علاقاتك مع المحيط بشكل كبير اليوم تقدر تروج لعملك وترجوج لمشروع معين تقنع اي شخص بوجهة نظرك ولكن بدون عصبية يعني بدون ما تفرض رأيك بالمقابل منرجع لموضوع الشمس وعطارد اللي موجودين عندك في بيت السمعة واليوم رح يشكل الشمس زاوي حد جدا فمنقول انه ديروا بالك على سمعتكم ما في داعي للمجازفات والمغامرات والمشاحنات ما بينك وبين رؤسائكم او زملائكم بالعمل ما تدخلوا باي مغامرة ممكن انها تشوه سمعتكم وتسجل عليكم نقاط هاي النقاط ممكن انها يعني تكون فيصل في حياتك يعني بمعنى اخر اذا كانت على مستوى عملك ممكن اشخاص تترك عملها او يتوجه لها انذار اذا تخلفت عن الدوام اذا غامرت وجازفت وخلفت القوانين ممكن تأدي وتوصل للمراكز الامنية فعشان هيك ما في داعي للمغامرات بالايام القادمة وخصوصا انه حكينا الشمس بتشكل هاي الزاوية والمريخ بدأ يشكل هاي الزاوية فما في داعي للمجازفات نهائيا بدك تحاول انك تكون مسالم وهادئ وحذر في نفس الوقت برج الدلو ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الاغلب من عمل اضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة اليوم راح تعرف نوع من انواع السهولة في اعمالك اليومية وفي الحصول على الاموال والارباح الاجواء جيدة وداعمة بشكل جيد على المستوى المالي وهاي ممكن تحقق لك بعض المكاسب بس اهم من شي زي ما حكينا انتبه لمصاريفك ما في داعي انك تصرف او معاني تتهور بصرف الفلوس بدون حساب الاهم من هيك الي عنده سفر بده ينتبه اثناء سفره وممكن ينسى اغراضه ينسى اوراقه ممكن شوي يصير له بعض المشاكل الي بتعاملوا مع الاجانب برضو نفس الشيء الي عندهم قضايا قضائية بدهم يحاولوا انهم يكونوا جاهزين ومستعدين لان الزاوية زي ما حكينا في البيت التاسع يعني بمعنى اخر في مفاجآت فبدك تكون حذر منها الي عندهم امتحانات جامعية او لقاءات او تعارف او علاقة ما بينه بين احد الاشخاص في مؤسسة تعليمية بدكوا تديروا بالكم منهم برضو اللي بتعاملوا مع الاجانب بدهم يكونوا مرنين ما يثيروا المشاكل ما يخالفوا القوانين ممكن شوي الامور تعاكسك على مستوى البيت التاسع بسبب الزاوية وهاي شيء شوي بكون محفظة اليك اذا كنت انت بتعلق امالك على هذا الموضوع فبدك تكون حذر وترسم خطة خطة بديلة لو صار اي طارق برج الحوت طبعا اليوم ثقتكم بانفسكم كبيرة وانتو اليوم اكثر نشاط وحيوية من قبل بوسع كل يوم السيطرة على زمام الامور ودفع بمصالحكم ممكن اليوم تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي يعني شوي بلشت الامور تتعوض وطاقتك بلشت ترجع لنصابها فعشان هيك اليوم ممكن تعوض كثير من الاشياء اللي كانت مأذيتك بالايام الماضية اليوم رح تشعر بالامل اكثر وانه الحياة رجعت لطبيعتها ولكن المسألة الوحيدة اللي رح تشعر بانها ما زالت ضاغطة هي بيت الاموال المشتركة هي الاموال اللي ما بتعود لك فعشان هيك حاول انك تنتبه للامور اللي الها علاقة بالقروض او الامور الديون او الامور الميراث المطالبات النصابين المحتالين هاي كلها بدك تكون حذر منها ليش؟ لانه هذا بيت الاموال المشتركة والشمس بتحدد زاوية حدة فبتجيب اشياء مفاجئة الها علاقة بالاموال المشتركة والمواضيع القديمة والاشياء الروحانية او الغيبيات فما بنصح حد من موليد برج الحوت انه يخوض فيها بالايام هاي في نفس اللحظة بتكو تنتبهوا على صحتكم ممكن يا صحتكم يا صحت احد افراد العائلة شوي تكون بحاجة الى الرعاية بالفترة هاي برضو بتكو تهتموا لها بشكل كبير في النهاية قبل ما ننهي الحلقة طبعا ما تنسوا عمل لايك كومنت شير مير فير اي اشي هاي اللي بتعملوها طبعا الايام الماضي كان نشاط واضح تماما منكم في عملية اما التعليقات او اللايكات فهذا الاشي حتى اليوتيوب حكى انه نتائج تختلف تماما في الايام الماضية من نشاط الاعضاء على القناة ساهمت بانه المحتوى تبعك يوصل لعدد اكبر من الناس وهذا الشيء طبعا بفضل الله اولا ومن ثم بفضلك وانتو لانه دعمتوني بشكل واضح وكانت نشاطاتك هاي يعني حققت اشياء كويسة بالنسبة للقناة ان شاء الله انها تستمر للاخر وانظن مستمرين على هذا النهج اكثر كمان اه كمان ما بننسى نشكر الاشخاص المنتسبين للقناة اللي زادوا اسم اه شكرا للكم اه شكرا برضو للاشخاص الداعمين للقناة من وراء الكواليس اللي بيدعموا ما بيقصروا بشيء اه شكرا للجميع اجمالا ما تنسوا حلقة البث المباشر اليوم الساعة عشرة بتوقيت الاردن يعني بعد بث الحلقة هاي بكم ساعة احنا من بث الحلقة هاي على الساعة خمسة بتوقيت الاردن اه فان شاء الله انه الكل بكون متواجد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة